بسم الله الرحمن الرحيم متابعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعرف في هذا الفيديو على أرض المعادن والثلوج والتجمد كيف يعيش سكان سيبيريا يتذمر سكان بلدان الخليج من أجواء الحر والرطوبة الخانقة ويتذمر سكان بعض الدول الأوروبية من كآبة الجو وبرودته مع أن درجات الحرارة من النادر أن تصل إلى الصفر ولكن لا يعرف المتذمرون أن سكان قارة قلما يرون درجة حرارة الصفر ففي سيبيريا التي تشكل 75% من مساحة روسيا الاتحادية وبها جمهورية الساخة التي مساحتها 3 ملايين كيلو متر مربع وعاصمتها ياقوتيا ويعيش فيها نحو 300 ألف نسمة تتراوح درجة الحرارة هناك في فصل الشتاء بين 40 و60 درجة تحت الصفر ويستمر الشتاء فيها 9 أشهر تقريبا ويعاني سكان سيبيريا من تجمد كل السوائل في الخارج ولكن سكان العاصمة ينسجمون مع طبيعة بيئتهم ويتحدثون عن دفء الجو هذا الآن فقد وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة تحت الصفر ويقول أحد تجار الأسماك في السوق الشعبي لقد عملت في هذا السوق في ظل حرارة 50 درجة تحت الصفر في حين يؤكد بائع آخر في السوق اعتياده العمل في مثل هذه الأجواء وقال إن أنا اعتدت ذلك بالفعل في البداية شعرت بالبرودة لكنها الآن بالنسبة لي منعشة أنا أعمل باستمرار ولدي أشياء أقوم بها وأجري في الأرجاء حتى أتعرى ويؤكد شخص ثالث أنه شهد أياما أكثر برودة من الوضع الحالي وأنا أعمل هنا منذ 20 عاما لقد واجهت حتى 55 درجة تحت الصفر يبدو أن سوقنا هو الأكثر برودة يأتي الناس ويتفاجأون بأسماكنا معروضة في وضع الوقوف لكن ما لا يعرف عن سيبيريا أنها تنتج خمس إنتاج العالم من الماس وتحت هذه الأسطح المتجمدة تقبع آبار النفط والغاز و70% من ثروة روسيا تأتي من هناك المنصات تسأل ورصدت حلقة في 24 يناير 2023 من برنامج شبكات تفاعل رواد المنصات العربية مع الأجواء المناخية في سيبيريا إذ يقول سام إن كل شعب متعود على أجواء الأرض التي يعيش عليها فكتب لو جونا بالصيف سيفطسون وإن كانت الأجواء عندنا بنفطس المسألة إنهم متعودين على أجوائهم وتكيفوا معها زي ما تكيفنا مع صيفنا الحار في حين تحدث حساب باسم هاكس عن أن بعض الأشخاص يطالبون بإجازة ودرجة الحرارة ليست كسيبيريا فقال أعرف لكم ناس بس ستيجي درجة الحرارة 19 يبكون ويطالبوا بالأجازة بدورها ترى هناء أن شعب هذا البلد غير مجبرين على العيش فيها وكتبت طيب وش جابرهم يعيشوا في هديرة إذا الواحد بيبتلى في صحته يترك كل شيء كل شيء إلى العافية أما سعود فرأى أن الحديث عن ثقب الأزون وارتفاع درجة الحرارة غير صحيح وغرد وين اللي بيقولوا ثقب الأزون قاعد يتوسع وحرارة الأرض بتزيد طلع كل هذا غير صحيح وعلق أحمد ضاحكا في سيبيريا الفريزر يستخدم لتدفئة الطعام لأن درجة حرارته أقل من الخارج في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا أراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته